السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواء بالعربية او الفرنسية هذا النشطة سيديد القراءة يقوم على انه يكون عندك واحد الناس او جمل واضحة وحسب المستوى ديالون تلميذ يقرأ لي كم ان غوبو الأول مطلب منه مو مو سواء عندك مو بغيئك كبيرة او قصيرة بريف او لا تلميذ تلميذ يستحسن ان نقسم القسم على مجموعات كل مجموعة تعطيني ممثل سنحاول نخدمها بدي فخاز يكون عندي سيبور سواء دي فخاز مكتوبين وغادي ندير التطاشة وغادي نبروجيكتهم في الصبورة او مثلا ورق مطبوعين فيهم او نقدر نخدم على تاكس دياليك هذه الخمسة اللي مثلا لديك الناس اللي عطوني كل المجموعات سيكون بيناتهم التنافس ايقرأ سيقرأ بها الطريقة كلمة بكلمة قصيرة يعني ينتقى كلمة ويكون واحد الوقت قصير سيتي باغ التقنية ديال انهم يقرأوا كلمة بكلمة وبالطبع تلح الماشي يكون واقس الوقف بيناتهم بزاف باغ ويسكاتش يعني يحافظ يمشي بواحد الوغيتم اللي معقول ثم ما غادي نزيد درجة صعوبة غادي نقول مو دو مو باغ دو مو بار اكزمبل غادي نرواد نفس الجملة او مع تلميثال هنا ديالا سيتي باغ انبو سواغ دو جوان امانويل دو باغ دو يعني خمسة او لكي الناس او لثلاسة كل واحد عندهم نفس المطبوع يقرأ الليول دو باغ دو حتى يخطأ الاخطأ اكي جد ثاني خصو يعود يقرأ لي دو باغ دو شكل اللي قدر يحافظ على داك الريتم ديال دو باغ دو اكبر مدة او اللي يكمل لي دو تاكست اللي يخدم بها الى جاتهم سهلة او تدربو عليها نقدر نخدموه باغ تخوى باغ اكزمبل او ما عطيني هنا مثال مثال انا سيتي باغ اين بو سيتي باغ انا اخطأت يعني التلميات خصو يقرأ ثلاثة دو الكلمات سيتي باغ اين بو سواغ دو جوان امانويل اي عقد اي جزاء ناكس لثلاثة ما يمكنش نديرو كتر حيتي اذا درت اربعة ولا خمسة التلميات خصو يبقى يحسب واحد جوج دلاتة وبالتالي غالي ميقدرش يركز ما بين الحساب والقراءة نتمنى ان الفكرة تكون يعني واضحة نشوفو شكي اللو تاكست هوا اللو تاكست هنا يا ولكن نرى مجزئين والربع الفكرة تقوم على ان التلميذ والله يقراكم انغوبو يحافظ على واحد الريتم وما بيه الكلمة والكلمة يكون واحد الوقف وغي قصر فش كنكونو نخدمو بكلمة يمكننا نصعبوها ونديرو دو مو باغ دو مو ويمكننا نصعبوها ثلاثة دلكلمات باغ ثلاثة دلكلمات يعني دخوها مو باغ دو مو ولكن الى جاوزنا اربعة غايو اللي عندنا مشكل لان التلميذ يبقى يحسبوه قرارة ربعة او لا ما قرى شو غادي يصعب علي انه يقرأ مزين